تطور جديد في قضية رهام سعيد وطبيب التجميل وقرار عاجل من النيابة العامة اقصب بالله العظيم ما هيزيع وعمل حقي بالقانون اتهمت الاعلامية رهام سعيد طبيب التجميل اللبناني نادر صعب بهدك عرضها واحدى فعاها مستديمة لها نتيجة الإهمال الطبي فضلا عن الإخلال بما تفرضه عليه أصول مهنته وإفشاء أثرارها والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة وسبها وقضفها وذكرت رهام سعيد تفاصيل ما جرى معها في بلاغ رسمي إلى النيابة العامة قائلة أنها توجهت إلى الطبيب في بيروت باعتباره جراحا شهرا بعدما طرأت بعض التغيرات على وجهها نتيجة انقص وزنها وطلبت منه أن يجري لها الإجراء الجراحي اللازم لرفع خديها وحين أدرك المشكو في حقه حاجتها إلى إجراء عملية التجميل المطلوبة وعدم قدرتها على دفع تكاليف العملية أقنعها بأنه سيجري العملية وسيكون المقابل هو استغلال هذه العملية ونشر صور للإجراءات الجراحية الخاصة بها للدعاية له مستغلا في ذلك حاجتها وضعفها وعلى الفور أصدرت النيابة المصرية قرار بعرض الإعلامية ريهم سعيد على الطب الشرعي لإثبات التهم التي وجهتها لطبيب التجميل اللبناني نادر صعب بهت كعرضها وإحداث عها مستديمة لها نتيجة الإهمال الطبي وتجري حالياً ريهم سعيد الفحص الطبي لإثبات تعرضها للإهمال والتشويه ومخالفة الطبيب القوانين خلال إجراء الجراحة وقالت ريهم سعيد في التحقيقات أنها عندما بدأت تراسله لتخبره بالتشوه المتفاقم في وجهها والإصابة التي لحقت بها أرسل لها فيديو مصور خلال إجراءها الجراحة وظهرت وهي عارية في حالة تخدير كلي ولم يتبين في الفيديو أنها كانت ترتدي ما يستر جسدها دون مبرر طبي لذلك فالعملية كانت تحدث في الوجه وليس في كامل الجسم وما هي علاقة ذلك بالتسجيل ما يعد هتكا للعرض